أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلسة الرئاسية الليبية محمد المنينفي حيث أكد رئيس السيسي دعم مصر مؤسسة الدولة الليبية لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذكر المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يعد جوهريا لاستعادة الاستقرار في البلاد مستعرضا تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية وأوضح المتحدث الرسمي أيضا أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وموصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا شكرا